صباح الخير لكلمة العادي الإخبارية السورية تسعى النساء دائماً أن تظهر بالشكل الأجمل والأمثل وكلمة شو بدي ألبس هي كلمة بتكون على لصان كل الصبايا بكل الأوقات دائماً بفترة الأعياد يمكن بتزيد الحيرة مع قدوم المناسبات أنه شو بدي تلبس لحتى مثل ما ذكرنا تطلع بالمظهر الأمثل والأجمل مو دائماً بنقدر أنه نحن نلاحق الموضع بسبب غلاء الأسعار وبسبب أنه ما فينا نشتري كل شي نحن من حبه ولكن فينا نتعرف عليها للموضع ونحاول أنه نشوف شو فيه شغلات ممكن أنه تلبق لنا وتطلع حلوة علينا بطريقة معينة لحتى نتعرف أكثر على هذا الموضوع معنا الخبير وخبير الموضع واستشاري المنظر روجاي صاد صباحك أهلا وسهلا فيك روجاي كل عام وانت بألف خير لولا عسبت عياد الميلاد أنا جداً اليوم سعيد لتواجد معك لنحكي عن الموضع ونحكي عن الأسس اللي فينا نقدر نلبسه على العيد صحيح يعني مثل ما ذكرت بالمقدمة نحن كثير نحتار أنه شو منها نلبس وفعلاً مدائماً الواحد بيقدر يلاحق الموضع ويلاحق كل شي موجود عالمياً ولكن كيف بتقدر الأنثى أنه هي تظهر بمنظر كثير جميل من دون كلفة وتكلف تماماً هل في عنا موضع مؤخراً درجة هي موضع المونوكروم إطلال إحادية اللون نقدر طبعاً شو ما هو من الأسس الموجودة؟ نتوافره من عنا بالإخزانة نقدر نسئن مع بعض مثل مشاهدين الصورة في عنا هون البنطلو أخضر نسئنه مع أمي الساتان كمان عمين ميكس حلو الأسس هي بقدر ننطل فيها كمان بالنسبة للعيد كغدا كريسمس كغدا نيو يير يعني الثاني نهار للعيد رأس السنة موضع إطلالات المحادية اللون إجمالها عم تكون مش شرط من نفس اللون نقدر ناخدها من ظلال مختلفة من اللون أو من أمايش مختلفة بس من نفس اللون نقدر نطلع بمظهر كلاسي وكول وبعالموضع كمان يعني لو الدرجات تكون متقاربة لكن عملياً هي تنتمي إلى نفس اللون هيك فينا نقول الفكرة ومثل ما قلت كم الشغلات موجودة عندنا بالبيت تماماً تقدري كمان أي شيء نقدر تعمليها لهالموضع تطلع بمظهر كمان كتير عصري وترندي طيب إذا من نعرف شو هي أكتر الألوان الدرجة لهاي السنة فينا نقول خريف وشتاء 2020 أوكي هلأ في عنا كزا الألوان كانت درجة عادة موضة خريف 2016 شتاء 2020 يعني هاي السنة عم تكون فيه موضة قوية وموضة سترونج فالأصص يعني عم تكون في عنا درجات الأحمر بكل درجاته يعني من الأحمر البرغندي للأحمر الناري أمكون كلاتها كانت توفرة بعروض الأزياء في عنا الزهري كان فيه إلا توافر كتير كبير على منصات عروض الأزياء طبعا فيه الألوان الكلاسيكية المطبطة لموضتها هي الأسود الرمادي الكحلي والأبيض طبعا في عنا كمان درجات الأخضر كانت كمان متوافرة بين الأخضر الفستي والأخضر الحشيش مثل ما هلأ اللي شوفناها هاي السورة مثل ما توافرة هاي السورة الأخضر راجع كمان يعني طبعا ما هاي الفكرة أنه عم بيستغربوا أنه موضة خريفة 2016 شتاء 2020 عم تكون قوية يعني الألوان هاي من إحنا يعني لما نفوت للأنسة قطعة على خزانتها عم تنعش هذه الخزانتها هي بالألوان يعني تمام يعني هلأ عم نشوف موضة التنانير اللي هي كتير دارجين وراجعين درجوا بالصيف وشفنا أنه هنالستمروا بالشتاء كمان خبرنا شوهي عنا وكيف نقدر أنه نحنا ننسقها يعني تنورة واحدة بتقدر تجيبها السيدة يمكن نضيفها بكذا طريقة خبرنا تماما هلأ التنورة المكسرة عن كير بحبة تكون متواجدة بخزانة كل أنسة يعني التنورة المكسرة بتقدر تلبسيها بكذا طريقة هلا مثلا هون هاي الأطلالة مثلا متوافرة كأطلالة مناسبة خرج عيدي من نسئيتها السيدة هون مع التوب بسيط فتحة سبعة تماما ومع حط بلد حزام محدد للخسرة بطريقة حلوة طبعا تنانير المكسرة في إليه ميزات يعني عادة أن الجسم الناصح بتكون تقدر تخفي الدفوية إذا اخترناها بألوان غامقة بالإضافة كمان للسيدة النحيلة تقدر تختارها بلون فاتح كمان تقدر تخفي النحل طبعا وتطرى بطريقة متوازنة طبعا معنا هون لون تاني كمان كمانا تماما هون منسئة السيدة التنورة الحمرة مع جاكيت فارو كمان طوب بسيط كمان هاي منحكي عن أطلالة خرج العيد خرج العيد تقدري كمان تلبسي تنانير اللي بيكون فيها المطبوع طبعات حيوانات يعني كتير حبيت أنا ها فكرة إنك تاخدي الكمبيناشن يعني بين الموضة وبين الألوان الصارخة يعني بتطلع بمظهر كتير عصري وكتير مثالي يعني شفنا عم نشوف هون نفس التنورة بأكتر من تنسيق يعني هو يعني إجمالها بتقدري تنسيق مثلا التنورة بتقدري تنسيقها بثلاث أو أربع طرق يعني كنا عم نشوف أنه دائما مو دائما يمكن روجين إحنا إذا لازم ندخل كل القطعة تكون جديدة على أخزانتنا وأنا مع قطعة وحدة هي بتغير كل نماط التياب يلي نحنا عم نلبسون خلينا كمان نشوف يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء أنا وإياك أنه الفساطين البلاقة واللماء كتير درجة هالسنة من الصيف ومستمرة للشتاء هاي للسهرات يمكن أكتر الفساطين اللماء نحنا بنعرف أنه هي موضة الستينات والسبعينات الموضة القديمة عم ترجع تنحيها هلأ بأسليب جديدة يعني الموضة هي ما بتموت فهلأ درجة الفساطين اللماء كتير مناسبة لأعياد الميلاد ورأس السنة يعني منوحي الأجواء يعني بالريء وما بالريء فبنقدر أننا سأل الفساطين اللماء كمان يعني الفساطين اللماء هي مو بحاجة لضوء فبتك تختاري معها أصص ما كتير تطلع مبتزلة يعني بتطلع وما تطلع تطلع أوفر فسطان لماعة من نسقهم مع حقيبة تكون من لون سادة مع حزاء كمان من لون سادة يعطينا اتزام بالطلة وبتطلع الطلة حلوة مبتكرة أكتر يعني بتكون مناسبة للسهرات مننا هاي كمان من الفسطين وفي عندنا كمام الجرس والأكمام المنفوخة هاي عم تكون صيحات موضة جمالا أنا كتير بحب عفوا الأكتاف المنفوخة كتير بحب أنه السيدة اللي بيكون شكل جسمه مسلس الكمام المنفوخة تحن نرجع لهاي الصورة تماما هاي الصورة كمام المنفوخة بتخلق توازن بين الجزء العلوي من الجسم والجزء السوفلي من الجسم طبعا السيدة اللي بيكون في عندها وراك بتقدر بطوب بسيط من الكمام المنفوخة تقدر تحدث توازن بين الجزء العلوي والجزء السوفلي من الجسم يعني مو كل شكل الأجسام فيها تلبس مكان وتلاحق الموضة نفسها كل شكل الجسم له نمط الطياب معين لازم أنه يلبسها المقاييس الأساسية المفروض السيدة تعتبرها يعني أول شي تعرف شكل الجسمه لتنعرف تنقي شو بدها تختار يعني وتطل فيه تمام هلأ مثل ما زكنا إذن الكتاب ديئة بيلبق لكتاب المنفوخة إذن كان كتفة ديئة أنا أصدي بيساعد أنه هو يطلع بمظهر جمال هلأ المخمل خلينا نحكي شوي عن المخمل اللي هو صار له أكتر من سنة راجع وبيقوة فعلا المخمل ممكن أنه يكون سعره كتير غالي ومنفس وقت ممكن أنه ببساطة ننزل على السوق ونجيب ماشة مخمل ونعملها بالطريقة اللي نحن منحبه راجع ومستمر خبرنا عن ألوان المخمل لهي السنة راجع ألوان المخمل هلأ بصبحيني أنا بحب المخمل يعني بحبه كراجع بحبه بألوان غامقة للشتوية يعني فينا ناخده بألوان بوردو ألوان كحلي ألوان زيتي كتير حلو مناسب يعني إذا السيدة هلأ المخمل منلاقيه نحن ماش ناشف يعني بحب السيدة دائما تضوي يعني وتضوي بأطلالتها بأكسي سيريز يعني ألوان ذهبي فضي مثلا هون شايفين السيدة لابسة في ستان بوردو حطيت له أكسي سيريز ناعمة بلون الذهبي وعطيها أطلالة هيك كتير غلامور يعني وتقدر تطل فيها كمان لغداء الكريسمس غداء راس السنة يعني كمان في عنا ألوان تانية كمان غامقة الألوان النيلي الأزراء كذا ألوان يعني بتقدري موجود المخمل يعني أنا ما بحس سيدة ما المفروض يكون مخمل موجود بخزانة وخصوصا بالأطلالات الشتوية كمان لون الأخضار كان من الألوان اللي دار جعلت لنا هاي السنة يعني كتير من الاتياب كمان الأحمر أحمر كان الأحمر الفاقع هو كتير لقينا لأنه توافر بنصات عروض الأزياء هون في موضة هي موضة التمازج فينا نقول الألوان يعني الألوان اللي نحن ممتعودين أن ننمزل مع بعض هلون هاي السورة أنا من السقة فهنا الفستان أحمر لونه فاقع مع هيلز وساك نسئينهم ببيج روزة فهالأسس هاي يعني بتعملوا كومبينيشن حلو بطلعوك كمان من أي شيء أو عات ما بيخطر عبالك من بخزانتك موجود هالأسس بس بتشوفي صورة و بتشوفي فكرة بتقدري تنسئين مع بعض يعني كيف تقدر الأنسة أنه هي تعرف شو الألوان اللي لازم تدمجها مع بعض أو أنه هي فعلا متتناسق مع بعض نحنا منشوف فستان أحمر بتلاقي كل السيدات راحوا على شيء مثلا أسود فينا نحكي عن جهد هذا التذكير كل العالم تحبوا بفوتو بكل موضوع الاتياب فكيف هنا بيقدروا يعرفوا يختاروا شو لون أنه لا بيلمق مع الأحمر بتلاحلوا هناك بالت للألوان يعني عادة بيأخذوا الألوان المتقربة من بعض يعني مثلا الأحمر بتقدري تاخدي معه تاخدي معه الموف مثلا كموضة تمازج ألوان حادة الزهري بتقدري تاخدي معه البرتقاني ففي كتير أصص يعني هذا موضوع طويل من أجماله منقدرنا نأخذ معه حلقة كاملة تمام أنت جايب لنا شوية تتياب رجاء وإلى يعني يمكن كل شغلة إلى شيء مميز العلاقة بالموضة خبرنا شوية شو الشغلات يعني خرج أنه فعلا نحنا نلبسها بي الأعياد بما أنه نحنا بموسم عيد الميلاد وأعياد لاحظنا أجمالا يعني هو الفرو موضة تمام بتبطل بس هاي السنة لاحظنا كان دارج منصات عروض الأزياء بعواصم الموضة كان دارج كتير بألوان أوية يعني هلأ شفنا جواكيت الفرو الزهري مثلا كانت متوافرة بمصنو نصات عروض الأزياء أنا جبت معي جاكيت هاللون بالزهري هو فرو كمان تريد تستفيدي منه بكذا شي يعني تريد تلبسي مع فسطان تلبسي مع بانطلون رسمي يعني خسر عالي كمان بيساعدك بأطلالة هكية مبتكرة وحلوة وأنثوية طبعا وفينا نقول أنه في فوفير مضروري الوحيد يجيب الفرو الطبيعي لا في يعني فر الصناعي وصحي كمان في كمان جواكيت الفرو البيضاء كان في إلى كتير توافر يعني عادة نحن الفرو نتعودين عليه بألوان كلاسيكية بيني أسود كان الفرو كمان الأبيض كان كتير متوافر كمان بشكل عام اللون الأبيض كتير كان دارج هالسنة مو بس بالجواكي كان دارج بربيع وصيف 2019 نحكي عن الأبيض أنا جايب معي أسس أبيض الأبيض أنا كتير بحب أنه السيدة بالأجواء الميلاد وراس السنة لأطلالة البيضاء بتحسيها هيك يعني تعطيكي صفاء على الوش وبتعطي مناسبة كتير لهالأجواء فأنا كتير بحب أنه السيدة يعني إذا كان جسمنا حيل تختار أصص بيضاء منه بتطلع بطلع حلوة بتطلع بطلع أنسوية تمام هاي الأبيض كمان معنا شوف يتورجينا شيء فساطين أو شغلات ممكن تستفيد منها بعمل المناسبات هي دارجة مؤخرا هي الأكمام يعني غير الأكمام المنفوخة أكمام الجرس هالأطع هي جبتها معي أنا للكتف الجرس كمان بتخلق توازن يعني للسيدات اللي بيكون شكل أجسام مسلس تخلق توازن يعني بحيث أنه نحن عم نعطي مثل ضخامة أكتر لجزء العلوي من الجسم يعني هي يمكن نحن لازم نلاحق نشوف شو الموضة اللي عم تصير عالميا نقدر نحن نطبقه بطريقة معينة كمان يمكن المخمل المخمل أنا جايب معي فسطان منفوخ كمان مخمل هالفسطان بيجمع يعني صراحة بين ميكس بين موضتين بين موضة الأكمام المنفوخة وبين موضة المخمل كمان يعني من القطع اللي بتقدري تستغلي يعني بتلبسيها بطريقتين طبعا من نضيف له هنا بكلون بيطلع المظهر أنسة وأكتر دائما بشوف أنه بتقول الكولون شيء كثير كثير أساسي ليش أساسي روجي بحس يعني أنه المظهر بيطلع أنسة وأكتر يعني أنه الرجلين يعني إذا نضافلون شيء شيفون أو شيء شفاف بيطلع مظهر أنسة وأكتر تمام يعني كثير تفاصيل حلوة روجي جايبة معك لكن خبرنا شوي كيف نحنا منقدر من الشغلات موجودة عنا بالبيت تفضل بس لنرجع نوقف هون كيف نحنا من الشغلات موجودة عنا بالبيت منقدر أنه نحنا نطلع بمظهر لائق إلا أنه مدعي ما منقدر نشتري فيه شغلات لازم أنه تكون موجودة بخزانة كل سيدة ومنهم ممكن فستان أسود تماما خبرنا كيف نقدر نصقهم بطريقة نقدر أنه نطلع بطريقة حلوة سنفعنا مثلا جاكت الجينز الجاكت الجينز بيقدر يلتبس معنا بكذا طريقة تريد تلبسي كمان كموضة أحادية اللون وموضة من نفس لقماج تريد تلبسي مع بنتلون جينز كمان وكنزة كتير بسيطة تريد تلبسي جاكت الجينز مع تنورة مكسرة مثل ما كنا نشوف قبل شوي بيتنسق كمان مع فستان كمان فستان لأطلالة صباحية لأطلالة خرج مناسبة للفطور مثلا طلع مع رفقاتك في عنا كمان مثلا الأميس الأبيض يلتبس بكذا طريقة الأميس الأبيض تريد تلبسي فوق جاكت جلد مثلا بالشتوية يلتبس مع جاكت فارو يلتبس مع فست صدرية منفوخة في عنا الميني بلاك درس هو الفستان الأسود كتير بحس المفروض متواجد فعلا بإخزانات كل السيدات بتدري تلبسي يعني هو بتلعبي بتدري فيه على لون الحزاء معه بتدري تلعبي على لون الأكسسوارات معه والشتة ما ضروري إنه نلبس أسوات هيك نصيحتك شو نصيحتك لكل السيدات بالألوان على السريع تختار السيدة أو أجمالا يعني اللون اللي بناسب شكل جسم أهلا في عنا الأجسام السعر رمليها أكتر الأجسام يعني اللي بنقول المثالية بتقدري تلبسي فيها كذا شي وفي الأجسام مثلا الجسم المسلس تعرف أنه مثلا السيدة في عندها توازن تخلق توازن باللون تلبس ألوان الفاتحة من فوق الألوان الغامقة من تحت لأنه ألوان الفاتحة هي بتلفط نظر أكتر من الألوان الغامقة الجسم المسلس المقلوب اللي بيكون فيه أكتاف وعريضة والأوراق ديقة تختار مثلا من فوق الأصص الغامقة أو من تحت الأصص الفاتحة حاول تخلق توازن طبعا ولحزام ما تنسى طبعا كل الأطلالات هي نصيحتنا نصيحتنا لكل السيدات رجي نشكرك كتير للمعلومات التي قلنا ياها لحتى نقدر نحن فعلا أنه نحافظ على شكلنا بشكل حلو نحاول لاحق الموضة لو بطريقة معينة شكرا كتير لألك رجي مشتكتير لكم مشاهدينا إن شاء الله نقدرنا نقدم لكم الفائدة وخصيصا للسيدات كيف بيقدروا أنه هنا ينسقوا طيابهم بطريقة ويعملوا إعادة تدوير للطياب الموجودة عندهم بإضافة قطعة واحدة جديدة وخصيصا للأعياد والمناسبات وكل عام أنتوا بألف خير